نفس السياقة اللي بنتكلم فيه كان فيه لقاء منفصل لسات الفريق اول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي اجتماعه برئيس هيئة الاركان المشتركة الباكستانية نتابع وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول نديم رازى رئيس هيئة الاركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافقة له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء اخر المستجدات على السحتين الاقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية واكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع دولة باكستان وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة اواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والامنية من جانبه اكد رئيس هيئة الاركان المشتركة الباكستانية على حرص بلاده لدعم اثاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات عقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والامن ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء وجلسة المباحثات الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير الباكستاني والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة اشتركوا في القناة